سجل زاخر بإنجازات الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة في حراسة بوابة اليمن الشرقية وتأمين حدوده البرية والبحرية ومنافذه الدولية وحيث الأمن ثمت تنمية وهما متلازمة تلاستقرار في محافظة المهرة التي ظلت طوال عقد من الحرب واجهة استثنائية لتمثيل الدولة والحفاظ على وجودها الرسمي وهويتها الجمهورية ذلك ما جعل المحافظة الأنموذج في مرمى التربص وهدفا مرصودا لأجندات الخراب الرامية إلى القضاء نهائيا على كل ما يعبر عن الدولة اليمنية الجمهورية أو يمثل وجودها المؤسسي الحي تتوارى تلك الأجندات الخارجية خلف لفتات براقة وشعارات معسولة تعزف بيد على قيثارة الوطنية والسيادة والحرية وبأخرى تسن السكاكين وتشحذ المعاون للإجهاز على المحافظة الآمنة وتسعى تلك الأجندات المشبوهة بوكلائها المحليين المكشوفين إلى افتعال المشاكل وبؤر فوضى عبر فعاليات ممولة وإعلام مدفوع الأجر لإشغال الأجهزة الأمنية عن مهمة حراسة البوابة الشرقية للبلاد المنكوب بالحرب وكل تلك التحركات تصب في خدمة ميليشيا الحوثي بالضرورة وتسهيل وصول المهربات الإيرانية من الأسلحة والمخدرات وتعويذات الشعوذة الشيئية عبر منافذ اليمن البحرية والبرية في محافظة المهرة لكن اصطفاف المجتمع المهري إلى جانب سلطته المحلية مع عمل التماسك الأهلي بين كل المكونات القبلية والمدنية لا يزال المصدى الحصنة في وجه المخططات التمزيقية التي تحرث في بحر الأوهام ورمال السرعب